أول ثورة صارت بالرسمي في تاريخ البشرية واللي ما عنديش تاريخها بالضبط 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 هي وقت اللي المعلومة واللي تتنجم تتحرك من إنسان للإنسان آخر على خطرهم واللو ينجموا يترجموا أحاسيس وأفكار ويعبروا عليها بإشارات، أشكال وأصوات حتى اللي نتأسس نظام كامل تعرموز وتتسمى اللغة واليوم المعلومة واللي تتدور العالم على هاي الذبذبات الرقمية ما تتراش بالعين أما تأثر في نشر ثقافة وممكنها تطيح دولة كاملة أثناء هاللي ما نعرفش قداش من ألف عام اللي صار فيهم هذا الكل يا ما صارت حكايات اللي تحكيت واللي تنسيت والإنسان تغرم بالحكايات يعيشها ويحكي عليها يسمعوها ويحكيوها لجيال تجي بعد جيال وكيجي تشوف تلقى كل شي حكايات الثقافة، الألم، الدين، الفن، السياسة الدنيا حكايات وكل شي حكاية أما ساعات نحسلي الفعل من حكاية ما كاروش يكون يحكي على خاطر الحكاية عمرها مكان تقتصر على فعل الأحديث وإلا الكلام هي سلسلة متع أفعال أو أحداث مربوطة بنسق سببي وأطور زمنية ومكانية هي ممكن زادة الخلطة السحرية ما بين نشوة الخيال وغسرة الواقع اللي يخليها بالرسمي تستاهل المعنى الجامل للكلمة أحكاية أحكاية